السلام عليكم أهلا بكم في قناة EDU Windows لتعلم اللغة التركية بأسهل الطرق لا تنسون أن تشاهدون الدروس بالتسلسل فأحيانا هناك أشياء وملاحظات لا أذكرها في الدروس الجديدة كوني قد ذكرتها في الدروس السابقة لذلك لكي تفهمون الدروس بالشكل المطلوب ولكي لا يصعب عليكم الدروس القادمة شاهدوا الدروس السابقة أولاً أي بالتسلسل وبعدها شاهدوا الدروس الجديدة والآن لنبدأ الجملة الأولى سيني سيفيورم أحبك للأنثى ولذكر أحبك هذه العبارة من العبارات الشائعة في اللغة التركية وأظن أن أغلبكم تعرفوها فالسيني تقابل كي التي أتت في نهاية الكلمة أحب وسيفيورم هي مصدرها سيف ميك أي حب ولكن بحذف لاحقة المصدر تصبح سيف وبإضافة اللاحقة يور يور هي لاحقة الزمن المضارع المستمر فتصبح سيفيور يعني يحب ولكي نعبر عن أنفسنا نضيف اللاحقة أم سيفيورم يعني أحب وإذا كنتم من متابعين الجدد ولديكم مشكلة في فهم اللواحق شرحت الضمار الشخصية واللواحق التابعة لها بالتفصيل المبسط فإذا أردتم أن تشاهدونه سأضع لكم رابط ذلك الدرس أسفل هذا الفيديو وفي أعلى ياملكم في الدائرة البيضاء سني سيفيورم يعني أحبك أو أحبك الآن رددوا معي كل جزء بصوت عالي سأضع لكم سيفيورم أحبك أو أحبك جملة ثانية أنا معجب بك أكرر أنه في اللغة التركية لا فرق بين الذكر والأنثى يعني هذه الجملة تستطيعون أن تستخدموها مع الذكر وأيضا الأنثى لو نترجم هذه الجملة حرفيا سندان يعني منك أو منكي وهوشلانيورم مصدرها هوشلان مك يعني إعجاب ولكن بحذف لاحقة المصدر مك تصبح هوشلان وبإضافة لاحقة المضارع المستمر إير تصبح هوشلانيور هوشلانيور يعني يعجب وبإضافة أم هوشلانيورم يعني معجب فلأن اللاحقة أم هي تابعة للضمير بن أي تابعة للضمير أنا فهوشلانيورم يعني أنا معجب فحرفيا تصبح سندان هوشلانيورم أنا معجب منكي ولكن باللغة العربية لا أعتقد أنكم تقولون أنا معجب منك بل أنا معجب بك الآن لنقرأها مجزئا ورددوا معي بصوت عالي ملاحظة عن هذه الجملة لا تستخدموها بين الأصدقاء وخصوصا عندما تكونون من نفس الجنس هذه العبارة غالبا ما تستخدم مع جنس غير جنسك فإذا كنت ذكر تستخدمها مع الأنثى وإذا كنت أنثى تستخدميها مع الذكر فهكذا فمثلا لو أنت شخص متزوج تقول لزوجتك أي أنا معجب بك وأيضا الزوجة تستطيع أن تقول لزوجها أنا معجبة بك وجملة ثالثة حرفيا هذه العبارة تعرفون هي ما تقابل التي أتت في نهاية أعشق أما آشم وحدها فهذه أتت من الكلمة آشك يعني عاشق يا كلمة عربية ولكن بإضافة اللاحقة أم الحرف كاف يتغير إلى يمشاق غ أي الحرف تقريبا ما يرفض كغ ولكن بصورة خفيفة جدا أي أحيانا تحس أنها أصلا لم تقرأ فاتبوها عندكم إذا كان هناك حرف كاف وأتى بعدها حرف علة فالحرف كاف يتغير إلى يمشاق غ أي هذا الحرف الذي أحيانا يقرأ كغ وغالبا ما لا يقرأ إذن قلنا أن أصل هذه الكلمة آشك يعني عاشق أما الكلمة عاشق في اللغة التركية هي آشك فهنا لدينا كلمتين عربيتين آشك عاشق آشك عاشق أما أنا عاشق نقول آشم فبيضافة اللاحقة أم تعبر عن أنا أنا عاشق آشığım سنة آشığım حرفيا تعني بك عاشق أي أعشقك أنا عاشقك أو أعشقك جملة أخرى سني دشنيوروم أفكر فيك أو أفكر فيك سني دشنيوروم سني يعني تعرفوا ودشنيوروم يعني أفكر مصدر هذه الكلمة دشنمك يعني تفكير ولكن قلنا نحذف لاحقة المصدر ونضيف اللاحقة الزمنية التي نريدها فمثلا دشنمك احذف مك فهي لاحقة مصدر تبقى دشن وبالنسبة لمضارع المستمر نضيف اللاحقة ايور فتصبح دشنيور أما للدلالة عن نفسي نضيف لاحقة الزمير بن أي لاحقة الزمير أنا فتصبح دشنيوروم يعني أفكر فدشنمك كان التفكير حدفنا المك أصبح الدشن يعني فكر أضفنا اللاحقة الزمنية ايور أصبحت دشنيور أي يفكر وأضفنا اللاحقة اوم التي هي لاحقة الزمير الشخصي بن فأصبحت دشنيوروم أي أنا أفكر فالجملة كاملة سني دشنيوروم يعني أفكر فيك أو أفكر فيك قولوا دش بصوت عالي سني ترجمناها عدة مرات وأحيانا تكون لها عدة معاني مختلفة في اللغة العربية وهذا لوسع وكبر اللغة العربية مقارنة باللغة التركية فمثلا عندما قلنا سني سيبيوروم ترجمناها كحرف كاف أتت في نهاية أحب وعندما قلنا سني دشنيوروم ترجمناها كفيك عندما أتت في نهاية أفكر أفكر فيك وهنا ترجمناها كإليك فهذا لأن باللغة التركية فقط لدينا سني للدلالة على كل هذه الأدوات أما الكلمة التي تليها هذه الكلمة تكونت من مصدر بداية حذفنا لاحقة المصدر فأصبحت فبعد حذف لاحقة المصدر يجب أن نضيف اللحقة الزمنية التي نريدها فهنا نريد اللحقة الزمنية للماضي فهي د فبإضافة د لأزلي تصبح أزلت وبعد ذلك سوف نوجه الكلام إلى الضمير شخص ما وهنا قد وجهناه إلى بن أي إلى أنا فنحتاج هنا اللاحقة إم فهي اللاحقة التابعة لبن فتصبح أزل ديم أزل ديم أي اشتقت سني أزل ديم أي اشتقت إليك هنا في خطأ في الكتابة الكلمة اشتقت مكتوبة على شكل أشتقت لذا اعذرونا عندما تحدث خطأ كهذه إذن سني أزل ديم اشتقت إليك أريد منكم أن تلفظون الحرف أ الآن قولوا أز اشتقت إليك أو أفتقدك وكما بالعامية تقولون مشتق لك أو وحشتني والآن سأعطيكم بعض الأسماء والصفات تستطيعون أن تستخدمونها مع من تحبون جزلم يعني جميلتي جزال تعرفون أنها تعني جميل بإضافة اللاحقة إم تصبح جزلم أي جميلتي أما لو يأتي أحد ويسأل كيف نقول أنا جميلة طبعا للأنثى أقولها الإجابة الإجابة هي نفسها جزالم فإم هي لاحقة تابعة للضمير الشخصي وأيضا للضمير تملك فلو نقول بان جزالم هنا يعني أنا جميل أو جميلة لا أعلم في اللغة العربية قالوا لي بالتعليقات أنه جميل يستخدم مع الذكر والأنثى لكن باللغة التركية جزال تستخدم للإناث فقط دونوا هذه الملاحظة لديكم أنه فقط لواحق الضمير بنيم أي هو ضمير تملك أي لي والضمير الشخصي بن أي أنا يتشابه أما بالنسبة للواحق الضمار الملكية الأخرى وضمار الشخصية الأخرى فهناك اختلاف بسيط وإياكم أن تقلقوا بشأن كيفية الفرق بينهما أثناء الكلام فهذا شيء في غاية البساطة فكروا من المستحيل أن ينادي زوج زوجته بأنا جميلة أو أنا جميل مثلا فمن المحقق عندما يناديها سيقول لها جميلة أي جزالم وهكذا سيكون بالنسبة للكلمات القادمة شكيرين سكرتي أشكم عشقي أو حب canım روحي tatlım حلوتي tatlı yani حلو المذاق و TATLUM حلوتي كلمة عربية والكلمة التالية بصراحة لا أدري إذا كانت في اللغة العربية عندكم تستخدمون الكلمة عسلتي أم لا ولكن باللغة التركية تستخدم نحلتي وهنا انتهينا قبل أن نودعكم أريد أن أشكر كل الذين يقومون بتحفيزي وتشجيعي بكلماتهم الطيبة وشكرا للإعجابات وشكرا لكل كلمة تأخذون بها وقت لكتابتها لي فالحمد لله الذي زينا قناتي بوجود ناس أو في أمثالكم استودعكم الله